إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم الإسلام منهج حياة إعداد وتقديم الدكتور محمد يسري إبراهيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذه حلقة متجددة من برنامج الإسلام منهج حياة وفيها نتحدث عن محاسن العبادة الإسلامية التقرب إلى الله عز وجل بالعبادة في الإسلام هو مهمة هذه الحياة قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعن العبادة تعمر الأرض وتتحقق الخلافة لآدم وبنيه في هذه البسيطة وغاية العبادة تحصيل تقوى الله جل في علاه قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فالتقوى من أسباب سعادة الإنسان في هذه الحياة قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال سبحانه عن الأمم والمجتمعات ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لهذه العبادة في الإسلام خصائص يجب أن نقف عليها وأن نتبينها أول هذه الخصائص أن العبادة في الإسلام شمولية أي تستوعب كل عمل يحبه الله ويرضاه وتحول كل مباح يراد به وجه الله إلى طاعة يثاب عليها الإنسان بنيته فهي بهذا تشمل كل واجب ومندوب أمر بهم الله تعالى كما تشمل كل مباح يتحول بالنسبة والنية إلى عبادة كما تشمل ترك كل منهي عنه تحريما أو كراها بنية التقرب إلى الله تعالى بترك المنهيات وبهذا يتحقق قول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقد قال صلى الله عليه وآله وفي بضع أحدكم صدقة وقال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة وعليه فإن العبادة تشمل فروض الأعيان الواجبة على كل مكلف والكفايات والفرائض والنوافل شعائر النسك والأخلاق الأعمال البدنية التعبدية وأعمال القلب التعبدية فالدين كله إذا عبادة والعبادة تسع الحياة بأنشطتها المختلفة وجوانبها المتنوعة متى ما قصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى فالتجارة قد تكون عبادة إذا انضبطت بالضوابط السابقة من إرادة وقصد وجه الله تعالى وأن يكون الاتجار في أصله مشروعا وأدي هذا العمل كالتجارة على وجه الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه ولم تشغل عما هو أوجب وألزم في دين الله تبارك وتعالى قال سبحانه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع من خصائص العبادة في الإسلام الاستمرارية إذ العبادة وظيفة العمر قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فلا غاية زمنية تنتهي إليها حتى تبلغ الروح منتهاها وحتى يكون الإنسان قد انقضى أجله وقد وصف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في عمله أن عمله كان ديمة وكان إذا عمل عملا أثبته وكان يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قله وكان يقول أيضا القصد القصد تبلغ فالعبادات لا تنقطع بالقلب توحيدا وتعظيما لله تبارك وتعالى ولا تنقطع باللسان ذكرى ودعاء وصلاة وتلاوة ولا تنقطع بالجوارح صلاة في اليوم والليل للفرائض وما شاء الله من النوافل الرواتب وغير ذلك من ألوان العبادات في كل أسبوع جمعة وفي كل سنة عيدان وصياما في كل سنة شهر وفي كل شهر ثلاثة أيام نفلا وتقربا وفي كل أسبوع يومان الاثنين والخميس وزكاة كل عام مرة بشروطها وصدقة للفطر كل عام مرة وأبواب نوافل في الصدقات بعد ذلك مشرعة وأبواب الخير مترعة والحج والعمرة في العمر مرة فرضا وما عداه كان نفلا وهكذا لا تترك العبادة بمعنى شعائر التعبد والتنسك والتأله لله تعالى بل هي مستمرة كل يوم وليلة من غير فتور عن فرائض أو تهاون بواجبات أو تراجع عن فعل نوافل ومستحبات وفي هذا قال الله في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على خطورة أن يعتني العبد بالنوافل ثم يتركها فقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترى كقيام الليل إذن على الإنسان أن يكلف من العمل ما يستطيع وأن يدوم عليه وأن يستمر من لي بمثل سيرك المدللي تمشي الهوينة وتجي في الأولي فهي عبادة تربط القلب بالرب سبحانه وتعالى وتغسل عن النفس أدرانها أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة ما تقول ذلك؟ يعني هل يبقي ذلك شيء من درانه؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألهم هذا السؤال قالوا لا يبقي من درانه شيئاً قال فذلك مثل أو مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن أو بها الخطايا إلى آخر الحديث المعروف من خصائص العبادة في الإسلام أنها توقيفية فلا تكون العبادة عبادة حتى تكون مشروعة ولا تكون مشروعة حتى تأتي عن طريق القرآن وعن طريق السنة المطهرة فإن لم تكن العبادة مشروعة فهي ممنوعة فالأصل أن لا يعبد إلا الله وحده والأصل الثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وقد قال صلى الله عليه وسلم في بيان التوقيف لتأخذوا عني مناسككم أو قال صلوا كما رأيتموني أصلي قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لذا جاء النهي عن البدع والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه ولا تسلم العبادة من الابتداع حتى توافق الشرع المطهر في السبب والقدر والجنس والصفة والزمان والمكان فالبدعة ما لم يشرعه الله من الدين وكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذلك بدعة وإن كان متأولاً فيه فكل عبادة يجب أن تستند إلى دليل شرعي معتبر لأن هذا هو أصل دين الله تبارك وتعالى ومن خصائصي هذه العبادة أنها عبادة وسطية فالوسطية في العبادة هي الحق المحمود بين طرفين مذمومين وهي التوازن المنشود بين إفراط في العبادة ينتهي إلى غلو وبين تفريط فيها ينتهي إلى تسيب وانحلال وضمحلال فالعبادة والشعائر والنسك في الإسلام وسط بين من يغلو غلو الرهبانية المبتدعة عند النصارى فتتعطل معه الحياة وتفسد معه الفطرة وبين من يجعل الشعائر التعبدي هملاً لا التفات إليها ولا اعتماد على الجانب الأخلاقي فيها وإنما هي فلسفة تعطل القلوب عن التأله لله وعن الأبدان عن القيام بواجبات عبادة الله أما العبادة الإسلامية فوسط تقر بحاجات الإنسان وترعاها وتقدم العبادة في أوقاتها من غير تأخير أو تعطيل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً وهي عبادة تعنى بإقامة العبادات القلبية وإقامة العبادات الظاهرة والعملية والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل من وسطية هذه العبادة الوسطية في الإلزام والتخيير فهي تجعل من العبادة ما لابد منه في كل حال ولا تسقط باقي التكاليف وفي نفس الوقت تفتح باباً للمنافسة والمسابقة في الدرجات العلا بنوافل متأكدة وراتبة وأخرى غير متأكدة وثالثة مطلقة لمن أراد الاستزادة والترقي في مدارج الفضل والكمال والله ذو الفضل العظيم آخر هذه الملامح التي نلمحها في هذه العبادة أنها عبادة ميسرة فيها رفع للحرج إذ روح العبادة في الإسلام اليسر ورفع الحرج قال الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال يريد الله أن يخفف عنكم ونبينا صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وهذا سار جار في عبادة الله تبارك وتعالى التي ذكرنا سابقا أنه رخص فيها عند المشقة وعند حال المرض والسفر والخوف والمطر الشديد والوحل رخصت رخص كثيرة في الأعذار القهرية كالنوم والصغر والجهل والنسيان والخطأ وغير ذلك من أنواع وأسباب الأعذار التي تجلب التيسير حتى تقعدت في الشريعة قاعدة كلية كبرى تقول المشقة تجلب التيسير وعنها تفرع قاعدة إذا ضاق الأمر التسع ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في عبادتنا وأن يجعلها عبادة على مراد الله تعالى محققة لقوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والحمد لله رب العالمي كنتم مع برنامج الإسلام منهج حياة إعداد وتقديم الدكتور محمد يسري إبراهيم